عندنا بريك ساعة ونوص في واحدة عندها كوز بعد شوي الله يوفقك يا ربي يا كريم الله يوفقك استغفر الله بكرة عنده كوز وبعده عنده كوز والله ما أسات ما أحب كذا البركات الطويلة استغفر الله تغيلوا فجأة زكمت والله فجأة زكمت مدرخ السالفة فجأة قمت أعطس مطبيع وهلا حتى صادتها توقع تغير فبس أنا راجع بغير وبرح قلوني أقول لكم من أمس من قبل أمس وأنا مقررة أنه أنا أغسل ملابسي تمام؟ فبديت أغسلها عادي لكن أكتشفت شيء أكتشفت أنه أنا كلما تغسلت ملابسي كلما أكتشفت أن سأعطاني ملابس لا أعرف عنها كلما أكتشفت أنه لدي أشياء شاريتها و ناسيني شاريتها يعني يصير أنا من النوع اللي ألبس شيء مرة وحدة لازم أغسلها فا أكتشف ملابس جديدة أكتشف أنه أنا لازم أقعد ثلاث سنوات فجأة من أشتري ملابس لأن حرفيا ما عندي مكان خلاص بسكت ما عندي مكان وصديق قال أكثر فعندي أشياء جديدة ما أدري عنها غلط كذا ما أدري ما أدري خلاص بس ما فضفض فأقول لكم طريقة أنا دايما أستخدمها مع نفسي صراحة أنه إذا شفت على نفسي شيء مو كويس شيء غلط ما ينفحد واحد يسوي أهزأ نفسي عليه عشان أغيره فهمتوا علي يعني أول شيء سالفة الملابس ثاني شيء الفترة هذه أنا أكلي مو منظم أكلي مو كويس فقعد أهزأ نفسي النجود صحة قاعدة تصير جدا مو حلوة صحة قاعدة تدهور فلازم تسطرن على الموضوع وتأكلين أجزين وتنظمين أكلك غصبا عنك صديق أنا كذا قاعدة أقول نفسي قاعدة أعتبر نفسي أحد ثاني فهمتوا عشان يعني ألاحظ أغلاطي وأعدلها ومن ناحية الملابس أنا قبل صديق كنت لما أروح للسوق مثلا يعجبني بلوفر يعجبني تي شيرت يعجبني جينز يعجبني أي شيء كذا أنا مو بحاجته فأشتري يعجبني فهمتوا فهذا الشيء غلط أكتشفت هذا الشيء فأكتشفت أن هذا الشيء جدا غلط لأن قاعدة أكتشف عندي أشياء ما أدري عنها جد عندي أشياء ما أدري عنها أنها عندي يا رب أنكم فهمتوا اللي أقصده فبس أصير ما أشتري لشيء اللي أنا أحتاج أنا محتاجة تي شيرت أسود لما أطلع بس أخذ تي شيرت أسود ما أخذ شيء زيادة عليه خلاص جود لازم تنتبهين هذا الشيء جد أي شيء تشفون غلط على أنفسكم ترى شيء نفسي أي شيء تشفون غلط على أنفسكم هزقوا أنفسكم عشان يتعدل جد ما أمزح لا تكون تخلف مجنونة لا عشان الشخص يصير أذكى وما أدري إيش لازم يتكلم مع نفسه صدق كل ما أردتوا نفسكم زيان كل ما قدرتوا تتغيران للأحسن الحمد لله صدق صدق لا تقولوا أنت تخلف وما أدري إيش وأن تستهبل هذه بس صدق في أيام ترى أنا أقعد جلسة مصارحة مع نفسي جد ركزي على نفسك أنت إيش سويتي غلط سويت كذا سويت كذا سويت كذا يلا يا شاطرة سوي كذا كذا عدلي اللي أنت سويته غلط يعني هذه الفترة قاعد أهزئ نفسي أن أنا مو قاعد أصور سناب جد لازم تصورين سناب لو أي شيء ف يعني فهمتوا لو أشياء تعفها جد والله ترى تمشي هذه الخطة دايما تمشي دايما تضبط المهم فبس والله حلو الشخص أن يلاحظ على نفسه هذه الأشياء مو أحد غريب يأتي يقول لها صديق ولا مامزح ف يعني جربوا تعرفون إيش أقصد والحين جود قاعدة تتهرب من أنها ترتب الملابس حقتها وتصفتها زين ودخلها في الدولاب مرة ثانية فقاعدة تصور سناب جات جد جد أعتبر نفسك مراية لنفسك لا تنتظرين أحد يكون هذا الشيء يعني صغيري أنت نسخة ثانية منك وشوفي نفسك إيش اللي تلاحظين على نفسك عدلي فهمتوا يعني حاولوا تشوفين نفسك شخص ثاني كيف رح تكون ردة فعلك اتجاهها كيف تبغينا يتغير إيش الأشياء اللي لاحظتها مو كويسة فيه على نفسك يا رب أن الفكرة وصلت أنا أش كاعد أقول يا رب أن الفكرة وصلت حلوين وبس والله وجود لازم ترتب الملابس لأنه ما يصير كذا بوريكم قبل شوية وصلني الشوز حق نجي جماعة أقول لكم أنا صايرة أموت في هذه الألوان مو طبيعي يجنن خفيف لا جد مو طبيعي يعني عرفته اللي بيصير جدا خفيف على الرجل أحسه مرة حلو مرة عجبني بموت منه يا رب أن يجنن مغرمة في جد شوفوا جد والله مرة عجبني السنيكر مرة حتى شكله باللبس يجنن يا رب أن يجنن أذكركم بالسنيكرز اللي عند نجري زي ما قلت لكم قبل الجودة حقيتهم جدا عالية أصلية 100% طبعا تقدرون تسترجعون تستبدلون خلال ثلاث أيام من تاريخ الاستلام يعني مو من تاريخ الطلب بعد ما يصلكم الطلب تقدرون تسترجعون تستبدلون من هذاك التاريخ كيف تسترجعون تستبدلون من عند صفحة الخاصة فيكم في الموقع في نجري بس والله برجع أحط لكم الرابط الحين ولا تنسون العروض اللي عندهم كل فترة ترى عندهم عروض فأنتم مفتح الموقع أشوفوا بنفسكم مرة مغرمة فيه صديق والله في شيء أبينة بس قبل ما أركب السيارة تواصلت المهم بس أبغى أقول لكم أن في أشياء بكل شخص مو مضطر أن يطلعها للناس يعني أنا مو مضطرة أنه أصور لكم وأنا قدام يسبوره وقع هذا أحل معادلة كيميائية أو معادلة فرياضيات حسن أبين لكم أن أنا عقلي مو كده شي طبيعي أنه لما نجي نصور نبغى نصور شيء شيء يعني بس للضحك بس استهبال مو شيء أنه أوه شوفوا ترى أنا إنسانة مثقفة ترى أنا إنسانة واعية ترى أنا إنسانة عقليتي كده ترى أنا إنسانة كده أنا مو مجبورة على هذا الشيء أنا فاتحة سناب شات عشان أصالف معكم نضحك مع بعض نطقطق نستهبل مو شرط قاعدة أصور عشان أبين لكم عقليتي لا أنا جد ترى جد أنا قاعدة أصور بس عشان أرفع عن نفسي وعشان نضحك مع بعض يعني مو شرط أقول فايدة جد يعني ترون الدورهم فايدة في حسابات كثير للفوائد اللي يدور يعني فايدة في ناس جد يعني أنا أتبعهم بس أبقى أعرف إيش سوون بس كده إنه أمبسط أسمع سوارفهم أمبسط إنه أشوفهم يتكلمان أمبسط وهم يعني في أشياء زي كده وفي ناس لما أفتح سناباتهم أشوفهم يتكلمان عن أشياء ذكاء أشياء عقل أشياء كده أقول أحس إنه مو كل شي كده جد مو كل شي هذه الأشياء بس بالتعليم إنه جد نبي عقول زي كده بالتعليم بأماكن معينة أوكي مو بسناب شات لأنه مو مكان رسمي فهمتوا مو مقابله مو مقابلة شخصية قدام تلفزيون قدام كاميرات إنه أوه شوفتنا هذه شخصيتي لا بلعب يعني هنا جد أنا أقول لكم أنا أصور عشان نضحك مع بعض بس مو علشان أبين لكم فائدة لأن لو أبي أبين لكم فائدة في أكثر من طريقة رح أوصلها لكم مو من سناب شات صح إنه سناب شات يوصل لكن ما أشوف أن أنا أبغى أوصل الفائدة عن طريق سناب شات يعني في ألف مكان أقدر أوصل لكم فيه معلومات أقدر أوصل لكم فيه كذا لكن لا أنا فاتح سناب شات أبغى أضحك أبغى أمبسط أبغى أرفع عن عن نفسي بالأشياء اللي قاعدة تصير للي فهمتوا فبس يعني شيء وحبت أقوله وتأخرت عليها سارة أنا آسفة بس كنت قاعدة أقول للناس السوالف أوكي معزم الله جد والله وأنا مرة مبسوطة بكل أحد قاعد يتابعني جد أنا مرة مبسوطة بكل أحد قاعد يتابعني وشكرا لكم وبسوالله أنا عشاني زكى متخيلوش قاعدة تقولي إذا تبنت لتكلمين معي جود سوي كذا وتكلمين معي عشان ما تعديني قلت يشارة مريني تقول سوي كذا عشان أنا قريب بسافر ما أقدر ما بأمرض تستهدين وراي اختبارات ما بتعديني جود وراي اختبارات وصفر وأبنبصق قبل يعني الأختبارات شوفي أنا ما لي دخل أنا ما لي دخل تتصياسي لك حولي دونك صحنا أمكي صني ألمعي فكذب يعني صني ما إذا أنا أمرض بسرعة عشان كذا أنا متجي أطيب عنك انتي تغطى عني أنا ما لي دخل أنا مريزة وثني هذا هو ربي السلام signed so اقول لكم شي أنا مرمأ بسوطة منها صديق جاء هوا برد في طبيع الحمد لله يعني صرت ألبس هذا أستفيد منه مو ألبسه وأحس بحر شوية الحمد لله ألبسه يصور الجو طبيعي عندي الحمد لله ายجانة برد مو برد أبواند يعني أبواند فس والله حل الجو